موسيقى موسيقى كمان عايزة أطمن بقى كل عشاء النادي الأهلي على فريقنا إن شاء الله المتواجد في الجزائر وهيكون معينا كل جديد عن الفريق وعن خطوات وكواليس البعثة هناك إن شاء الله تغير طبعا أخبارنا المحلية والعالمية ونتعرف برضو على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة كاس الأمم الأفريقية والشغل اللي بيحصل دلوقتي على قدم موساق عشان طبعا منخرج بالبطولة دي بقى بها صورة بالشكل اللي يليئ بمصر إن شاء الله عشان أكيد طبعا نحن قدام تحدي كبير جدا في الوقت القصير والوقت الدايق ده بعد ما اتسحبت البطولة من الكاميرا عاوزة كمان أقول لكم النهاردة كابتن محمود الخطيب كان موجود في النادي الأهلي تفارع النادي الأهلي في مدينة نصر عشان يتفقد الإنشاءات اللي هناك وأثناء جولته كابتن فتح مبروك قال له فضل تشرفنا بقى في قطاع الناشئين عشان يزور قطاع الناشئين وقابل فعلا اللعيبة الشباب وكمان عايزة أقول لكم نتكلم معاهم وانده ومصايح كتير جدا واللقاء ده كان بالنسبة لهم بيعتبر تاريخ قبل وأكيد فيه أسطورة الكرة المصرية وأسطورة النادي الأهلي كابتن بيبو هنتعرف كمان بقى على كل الأخبار العالمية وأخبار محترفين في الخارج وكل جديد في السوشال ميديا وهنقش كمان معاكم كل الأخبار دي مع ضفنا النهاردة النقد الرياضي في جريدة أخبار الرياضة في الفقرة الأخيرة والبداية دايما بأهم العلوي الخطيب يطمئن أو يطمئن على بعثة الآلي في الجزائر لعب الآلي يتحدون التلوج والترتان الفريق الأول يخوض ميرانو اليوم استعدادا لشبيبة الثورة لا سعر تستعين باستفقات الجديدة أمام بطل الجزائر وزير الرياضة الدوري لن يلغى وفوض مصر بتنظيم أمم أفريقيا ينسب للدولة الجبلات تضع الترتيبات النهائية لأمم أفريقيا جهاز المنتخب ينصح لني بالرحيل عن الأرسل البداية طبعا دايما بتكون بأخبار النادي الأهلي من الصحاف مجلة الأهلي الأهلي يصل الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة الثورة لعبه والأهلي يتحدون التلوج والترتان مجلة الأهلي الانتفاضة الحمراء تتحدى ثورة أبناء الصحراء الأهلي في مهم التأمين الصدارة أمام شبيبة الثورة الجزائر الأهرام الأهلي يخوض ميرانو الرئيسي في الجزائر استعدادا لشبيبة الثورة في دوري أبطل أفريقيا لأسارتي يستقر على التشكيل الأساسي والدرندالي يشيد بالتزام لاعب البعث الحمراء لأسارتي يستعين باستفقات الجديدة أمام شبيبة الثورة الجزائري حمد فتح يلعب بجوار السلية وأربع لعبين يتنافسون على مقعدة قائمة الإفريقية الأخبار الأهلي يتدرب في الجزائر وسط مخاوف من البرد والإنفلوانزة لأسارتي يطالب بالالتزام واستياء من عقوبة الكافل الترجي وبحث تغيير أردية التتش الأخبار المساء الأهلي يستعد بخطة الحسم الفريقي تدرب في الجزائر ولأسارتي يناور بالتشكيل المسا لأسارتي الأداء واحد وليك في شعار الأهلي في الجزائر طالب لعبه بفوز كبير على شبيبة الثورة مجلة الأهلي مدرب أبناء الصحراء التحكيم ذبحنا أمام سنبا ومواجهة الأهلي عرص كراوي مجلة الأهلي مهاجم استورى كنا نتمنى رؤية الأهلي في التلفزيون موسيقى نبتدي معاك أهم تفاصيل أخبارنا في الصحافة مع مجلة النادي الأهلي لآلة انخاض النادي الأهلي بعد وصوله للجزائر مران خفيف في فندق الإقامة بسبب طول الرحلة للقاهرة أو من القاهرة للجزائر لمدة أربع ساعات بالإضافة للرحلة داخلية تانية لولاية بشار واستغرقت حوالي ساعة ومصف الطيران الداخلي وده لخال الجهاز الفني أنه يخوه تمرين خفيف تجنبا لإرهاق اللعيبة وحضر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقية مارتين لسارتي اللعيبة من السهانة بفريق شباب تستورة لأنه واحد من الفرق الحديثة في العهد الجزائري أو في الكرة الجزائرية ثم شركته طبعا في دوري أبطال أفريقيا وأكد عليهم أن الفريق الجزائري هيدخل اللقاء ومتسلح بجماهير وبطموح اللعيبة اللي عنده اللي طبعا عايزين أنهم يحققوا إنجاز يحسب ليهم بالفوز على العملاق الأحمر وأكد على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية نادي الأهلي بيواجه تحدي أكيد في الجزائر وهو التدريب على ملعب الترتان واللي بتشهد مكان برضو إقامة المباراة ومن المخاوف الرئيسية عند الجهاز الفني والطبي اللي ممكن تسبب طبعا إصابات لبعض اللعيبة ده غير كمان التحدي التاني وهو الجو اللي هناك والجليد أو التلوج اللي بتتساقط هناك بقالها يمكن أسبوعين لسا مكملين معاكم على مجلة النادي الأهلي بردو ومجلة النادي الأهلي قالت كمان نتهم نبيل نجيز من مدير الفني اللي شوفي بتستورة الجزائر التحكيم بالتسبب في الخسارة القصية لفريق 3-0 أصاد مضيف وسنبا التنزاني يوم السبت الإفعاد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا قالت تحكيم دبحنا وأثر في النتيجة النهائية الهدف الأول جي من خطأ والتاني من وضعية تسلل وأكد كمان أن شبيبة التستورة هيحول اهتماماته كلها للمباراة اللي جاية وصادر النادي الأهلي وأكد كمان أن المواجهة دي هتكون عرص كراوي كبير نسا مكملين مع مجلة النادي الأهلي اللي قالت أن أكد يحيى الشريف مهاجم شبيبة التستورة أن مواجهة النادي الأهلي في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا هتكون تاريخية وبتمثل عرص كراوي نبين الفريقين وقال هدفنا هو رفع مستوانا قرييا لكننا نتمنى الذهاب بعيدا في المنافسة الأفريقية لكي نتشرف ونشرف الراية الجزائرية وولاية بشار وقال أن في حيات كويسة جدا أن فريق زي النادي الأهلي أو بحجم النادي الأهلي المصري يجي لمدينة بشار في وقت كنا طبعا كلنا بنتمنى أن نحن بس نشوفه في التلفزيون ده حسب تصريحات لعب شبيبة الثورة ده كان أهم الكلام اللي تقل في الصحافة عن النادي الأهلي دلوقتي تعالوا نشوفه أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت الموقع الرسمي للنادي الأهلي يوسف يؤكد جاهزية الأهلي لمواجهة شبيبة الثورة بوابة أخبار اليوم الأهلي يؤدي ميرانو على ملعب 20 أغسطس بوابة الأهرام الدرندالي يطمئن على كل الترتيبات الخاصة ببعتة الأهلي الأهلي دات كام الخطيب يجري اتصال بالدرندالي في الجزائر اليوم السابع مؤتمر صحفي لمارتينة صحيتي وإكرامي غدا الحديث عن مباراة الثورة الشروق برنامج بدني خاص للاعب الأهلي للتخلص من آثار رحلة الجزائر فيتو مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة الثورة الجزائر البوابة الأهلي يوجه الشكر لمسؤول المقاولون العرب في الجزائر سوبر كورا مدرب الثورة سنهاجم الأهلي الذي يمرد ولا يموت بحثا عن المتع الموقع رسمي للنادي الأهلي ميران قوي للغائبين عن مباراة الأهلي وشبيبة الثورة الشروق لسارتي تستغل دور الشباب لتجهيز جمعة وعمر جمال نروح مع حضراتك دلوقتي لتفاصيل أهم الأخبار اللي جات عن النادي الأهلي في مواقع الانترنت وهنبتديها مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال أن محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكورة القدم في النادي الأهلي أكد على جهازية اللعيبة لمباراة شباب تستورى الجزائر ومحدد لها يوم الجمعة مساءا إن شاء الله وقال محمد يوسف من الجهاز الفني حط برنامج لتجهيز اللعبة بدنيا وفنيا عشان يتخلصوا من الإرهاق بسبب طبعا طول الرحلة والقطاعها الفريق على مدار إمبارح يوم الأربع وقال كمان يوسف أن فريق شبيبة الثورة مميز للغاية على ملعبه وده طبعا الأمر اللي حطوا الجهاز الفني في حساباته وكمان قال محمد يوسف أنه بيتمنى أن يوفق الفريق إن شاء الله النادي الأهلي في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الجمعة وأنه يسير بخطة ثابتة لصدارة المجموعة وخلص كلامه وقال في النهاية مش من الطبيعي أن النادي الأهلي يحط بتاعتباره نتيجة الجولة الأولى فبالنسبة للنادي الأهلي أو لشبيبة الثورة خاصة طبعا أن العيبة والجهاز الثاني بيتعاملوا مع كل مباراة بشكل مختلف وكمان بوابة أخبار اليوم قالت أنه بيؤدي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تامريين وساعة خمسة مساء النهاردة يوم الأربع على ملعب عشرين أغسطس واللي بتقام عليه برضو مباراة الفريق قصاد شبيبة الثورة يوم الجمعة اللي جاية ووفقا لنظام الكاف بيحق للفريق الضيف أنه يؤدي حصتين تدريبيتين على ملاعب النجيل الصناعي ويستكشف الجهاز الفني للوقت أرضية الملعب بشكل رسمي خلال التامريين اللي بيقام مساء اليوم واللي بيسعى خلاله أكيد الجهاز الفني إن هو يجهز كل اللعيبة للمباراة يوم الجمعة القادمة كمان بوابة الأهرام قالت أن حارس خالد الدرندلي أمين فندوق النادي الأهلي ورئيس بعتة فريق الكورة في الجزائر على عقد جلسات مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة وسامير عدلي المدير الإداري للفريق عشان يقدر يتطمن على كل الترتيبات الخاصة بالبعتة وإزالة أي معوقات ممكن تواجه النادي الأهلي هناك عشان يوفروا الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللعيبة كمان استعدتنا طبعا للمباراة وكانت كمان بعثة النادي الأهلي وصلت لمحافظة بشار في الساعات الأولى من صباح يوم الأربع النهاردة بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعتين من الجزائر العصبة كمان الاهلي دوت كوم قالت أن حارس كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أنه يعمل اتصالات تليفونية مع خلد الدرندري أمين السندوق ورئيس بعثة النادي الأهلي في الجزائر وطمن كابتن خطيب على حالة الفريق ومدى جهازياتهم من مباراة شبيبة السورة في دوري أبطال أفريقيا واستفسر برضو عن أي معاقات ممكن تكون موجودة في رحلة الفريق كمان اليوم السابع قال أن تقرر عقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النادي الأهلي وشبيبة السورة الجزائري الساعة 12 الظهر بكرة يوم الخميس ويحضروا من جانب النادي الأهلي مارتين لسارتي المدير الفني لنادي الأهلي وشريف إكرامي كابتن الفريق وبيتكلم لسارتي وشريف إكرامي خلال المؤتمر ده عن المباراة وعن أهميتها واستعدادات النادي الأهلي للمباراة كمان الشروق قالت إن أليخاندرو مخطط الأحمال عدل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي برنامج بدني خاص للعيب عشان يتخلصوا من حالة الإرهاق ويجهزهم لمواجهة شبيبة السورة الجزائري والمقارنة ديها إن شاء الله يبقوا الجمعة اللاجاية في تاني مواجهات النادي الأهلي في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا كثف كمان معتين لسارتي المدير الفني للنادي الأهلي الجلسات مع المساعدين عشان يرتبوا لمواجهة بطل الجزائر في المباراة يوم الجمعة القادمة كمان فيتو قالت إن استقار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي بقية مرتين لسارتي على تشكيل الفريق لمواجهة شبيبة السورة الجزائري بعد بكرة يوم الجمعة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية من منافسة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بينويل أثارتي إن هو يلعب بتوناء جديد في تشكيل الفريق ياسر إبراهيم في الخط الخلفي وحمدي فتحي في خط الوسط بعد التعاقد مع التوناء في انتقالات الشتاء الحالية كمان المفروض إن هيبقى نادي الأهلي بمحمد الشرنوي في حرص المرمة هيكون قدامه محمد هاني أيمن أشرف ياسر إبراهيم علي معلول وفي خط الوسط عمر السورية وحمدي فتحي وقدام هيكون حسين الشحات وناصر ماهر ووليد سليمان ورمضان صفحي كمان البوابة قالت إن وجه سيد عبد الحفيد مدير الكرة في النادي الأهلي وسامير عادلي المدير الإداري الشكر لمسؤولين شركة المقاولين العرب في الجزائر على المجهود اللي بدلوا مع البعثة من ساعة ما وصلت للجزائر انبارح وتواجد برضو مسؤولين شركة المقاولين العرب مع النادي الأهلي في مطار هواري لاستقبال البعثة وتسهيل أي عقبات ممكن تواجه الفريق وكمان كان في حضور وفد لاستفارة المصرية في الجزائر وكمان حرث مسؤولين شركة المقاولين العرب إن هم يكونوا موجودين برضو في مطار بشار عشان يستقبلوا البعثة بعد رحلة تغيران داخلي تواجد بقى من شركة المقاولين العرب مع بعثة النادي الأهلي على الزغبي مدير الشؤون المالية وأسامة مامتابة المدير الإداري وأيمن فؤاد المدير المالي لمشروع المقاولين العرب في محافظة بشار وبيقدي نهاردة ندي الأهلي تمرينه ساعة خمسة مساء على ملعب 20 أغسطس في ولاية بشار استعدادا لمواجهة شبيبة الثورة والاعتقام إن شاء الله يوم الجمعة بعد مكرة ضمن مواجهات الجولة التانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا مشاهدين معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونبدأنا نكمل معاكم بقيت فقراتنا في كلام في الميديا خليكم معايا رجعنا سريع نسم كاملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ونسم كاملين أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت وبنوصل لمواقع سوبر كورا اللي قال إن أكد نبيل نغيزة المدير الفني لشبيبة الثورة الجزائري إن مواجهة النادي الأهلي المقرر إقامتها إن شاء الله يوم الجمعة لجاية في دوري أبطال أفريقيا هتكون تجربة تاريخية بالنسبة لفريقه وقال كمان نغيزة أن النادي الأهلي فريق كبير وهو من الفرق اللي بتمرد ولا تموت وهو بيمتلك طبعا شخصية ولعيبة كبار وتاريخ حافل بالإنجازات وبالألقاب ولن يكون منافس سهل في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا وقال كمان المدرب الجزائري إن النادي الأهلي خسر نهاية أفريقيا في آخر نسختين لكن يبقى أحد أكبر أندية القارة في الوقت الحالي ومرشح طبعا لتحقيق اللقب التاسع في داريخه وعلى الرغم من الظروف الصعبة اللي بيمر بها النادي الأهلي مؤخرا بالتراجع في جدول ترتيب الدوري المحلي وكما الإقصاء المبكر من البطولة العربية لكن يبقى فريق كبير والكل بيخشى مواجهته وعن مواجهة الجمعة وصد النادي الأهلي فقال هنلعب بطريقة هجومية ولن نتراجع للدفاع أنها فرصة تاريخية أن نواجه النادي الأهلي في ملعبنا وعلينا أن نستمتع ونمتع الجماهير ومشاهدة هذا النادي التاريخي وسريعا بقى هنطير للجزائر لمحافظة بشار هناك ومعنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي لأتمنى على بعتة النادي الأهلي هناك أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي أينما كنتم على ساشتنا شاشة قناة النادي الأهلي كوليس مباريات البطولة الأفريقية دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي على موعد في مواجهة هامة ومرتقبة شبيبة الثورة الجزائري والنادي الأهلي المصري هنا في الجزائر وبالتحديد في ولاية بشار يمكن لو نرجع سريعا ياشيما طبعا لرحلة التأل طيران اللي كانت رحلة مرهقة وشاقة جدا على الجهاز الفني والنادي الأهلي بشكل عام الرحلة أبدأ معاك ياشيما انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم 15 واحد اللي تم تحديده من الجهاز الفني والكابتن سيد عبدالحفيز يمكن الوقت المحدد هو أربع ساعات للوصول إلى مطار هواري بومديان مباشرة عقب الوصول توجهنا إلى فندق الإقامة عدد سبع ساعات تواجد فريق النادي الأهلي في هذا الفندق لمدة سبع ساعات وتم تحديد رحلة أخرى على طيران الجزائري الداخلي للوصول إلى ولاية تبشار يمكن الرحلة كانت محدد لها في تمام الساعة العشرة بتوقيت الجزائر لكن سوء الأحوال اللي جوية يمكن طبعا ما أثر بشكل كبير جدا درجة الحرارة بالليه هنا بتصل إلى 2 و3 ويمكن يوم المباراة كمان هتصل إلى 1 و2 الأمر يمكن صعب شوية هنا فيه اللي جو وده أثر كمان على حالة الطيران طيرات أخرت 60 دقيقة يمكن الجهاز الفني واللعبين والبعث الإعلامية المرافقة لفريق النادي الأهلي تواجد داخل الطائرة لمدة 60 دقيقة الرحلة كمان يمكن الدخلية كانت مفروض تبقى ساعة ونص لكن اتأخرت بشكل كبير وصلنا إلى ولاية بشار في المطار الخاص بولاية بشار في تمام الساعة الوحدة والنصف ليلا الفندوق اللي قامة قريب شوية من المطار يمكن دي الحاجة اللي رياحت بشكل كبير لعبت لنادي الأهلي لأن الرحلة كانت مرهقة لعيبة مجهدة بشكل كبير ترانزيت وفندوق إقامة ثم طيران دخل والتوقيتات مختلفة لكن زي ما بنأكد و بنقول في كل رسائنا النادي الأهلي يمكن واجه صعبات أكبر من كده سواء في البطولة الأفريقية أو في طولة الدوري العام أو في أي بطولة النادي الأهلي أما بيروح أفريقيا الأمر بيبقى أصعب من كده لكن الظروف دي بجانب الظروف الفنية اللي بتواجه النادي الأهلي دي اللي يمكن نسببه يمكن بعض القلق شوي احنا عندنا ظروف فنية صعبة جدا غيابات كثيرة جدا لفريق النادي الأهلي في كل مباراة وبالتحديد لو بأكلم معاك على الغيابات احنا عندنا ثلاث تفارع وده مش متواجدين في هذه المبرامة روان محسن وصلاح محسن ووليد ازارو امر فنيا بيكون صعب على الجهاز الفني لابد يكون في بديل لابد يكون في تغيير لالتكتيك الخاص بفريق النادي الاهلي نعلم مجهدا ان اللعيب اللي متواجد فيه القائمة اللعيب جاهز ولابد يكون جاهز في اي وضع يكون متواجد فيه لكن ظروف فنية بنحاول ان احنا نضع كل جمهورنا في هذه الظروف لان اما بنفوز او الفوز بيتحقق في هذه الظروف بيكون الفرحة كبيرة جدا وبيكون فوز مهم جدا ومطلوب لفريق النادي الاهلي النادي الاهلي بيخطو خطوات ثابتة للامام في بطولة الدوري العام او في بطولة دوري ابطال افريقيا وفوزه الاخير على فريق فيتا كلاب ان شاء الله باذن الله اكتمل سلسلة الانتصارات لفريق النادي الاهلي النادي الاهلي بدايته في النسخة الاخيرة ما كانتش موفقة ان شاء الله باذن الله هذه النسخة النادي الاهلي يبدأ بداية موفقة تساعدوا بإذن الله للوصول للمرحلة النهائية ومنها إن شاء الله لتحقيق البطولة التاسعة إن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي كالعادة طبعا ياشيما حابين نوجه الشكر لبعض الأفراد هنا على التنسيق الكبير جدا اللي بيقوموا بيه مع الأستاذ كانت دراندالي طبعا أمين السندوق وعضوا مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز حابين نوجه الشكر طبعا للأستاذ علاء للزغل بمدير الشؤون المالية لشركة المقاولون العرب بيقوموا بدور كبير جدا وبالتحديد الأستاذ علاء الزغبي بيقوم بكافة التسهيل الخاصة بفريق النادي الأهلي من التنقلات التواصل مع المسؤولين هنا في السفارة أيضا كمان سفارتنا هنا بتقوم بدور كبير مع الأستاذ علاء لكن ممكن في بعض الظروف هنا كانت ممكن الأمور تبقى صعبة شوية لو ما تمتش فحابيني نحن طبعا من خلالك نوجه لهم كل الشكر والتقدير على كل الأمور اللي بيقوموا بها لمساعدة فريق النادي الأهلي النادي الأهلي ممثل لمصر في هذه المباراة وفي هذه البطولة فأكيد طبعا تعاون كبير من المتواجدين سواء في شركة الموقرون العرب وأيضا كمان في سفارتنا هنا في الجزائر تم تحديد التدريب الأول لفريق النادي الأهلي ياشيما هيكون إن شاء الله في تمام الساعة الخامسة الساعة السادسة هتكون عندكم فيه القاهرة في فرق ساعة طبعا كانت طبعا في بعض القولين يكون التدريب الساعة تمانية تمانية مساء هو ميعاد المباراة لكن من الواضح إن فريق شبيبة أسورة الجزائرية تم تحديد تدريبه في تمام الساعة التامنية وهو تدريب يكون يوم ألمباراة يكون هذا الوقت والتوقيت المحدد له من الاتحاد الأفريقي اللايحة طبعا الخاصة بالاتحاد الأفريقي بتقرر أن يكون النادي الأهلي أو أي فريق بيلعب على إنجيل الصناع يكون فيه تدريبتين على الملعب الرئيسي وبالفعل النادي الأهلي تمسك بهذا الأمر النادي الأهلي يخد تدريب اليوم وتدريب الغد على الملعب الرئيسي اللي هيستهب المباراة النادي الآلة وشبيبة الصورة وهو ملعب 20 أغسطس بيسع لـ 20 ألف مشجع أكيد هيكون في عدد كبير جدا من الجمهور الجزائري والمساندين كمان لنادي شبيبة الصورة هو ممثل الجنوب في ولاية تبشار النتائج بتاعه طبعا بالنسبة للمباراة الماضية مش بقياس خالص إن احنا نقول إن شبيبة الصورة اتغلب في المباراة الأولى نتيجة 3-0 عنده فرقات فيها الدوري الجزائري مباراة النادي الآلة بيكون مختلفة بشكل كبير جدا كلها بيكون مباراة بطولة لكل الفرق وكمان أيضا في البطولة الأفريقية الظروف والأمور والجو العام والتفسي بيكون في اختلاف كبير جدا ومع أيضا مع مصندة الجمهور عندهم حافز وعندهم دافع لكن حالة اللعيبة وحالة التركيز والحالة البدنية والمعنوية اللي احنا لمسينها وشايفينها في معسكر فريقة للنادي الآلة إن شاء الله بإذن الله تنعكس على فريق النادي الآلة وعلى الجهاز الفني وعلى مستمرت اللي صارتي بحصول على نقاط هذه المبرأة كالعادة شيما إن شاء الله نكون متوجدين معاكم تابعين لحظة بلحظة ننقل كل الأخبار وكل الكواليس الخاصة بفريق النادي الآلة يكون أيضا كمان معنا عدد من اللقاءات الأساس خالد الدرندالي رئيس البعثة كابتن سعدة الحفيز إن شاء الله بإذن الله من خلال شاشة قناة النادي الآلة كواليس الخاصة وحصرية على شاشتنا كل الأخبار والخاصة ببعثة طريقة نادي الآلة يكون معاك وشيمة بإذن الله عودة لك شيمة شكرا لك كريم أحمد مراسل قناة النادي الآلة متواجد دلوقتي مع بعثة النادي الآلة في محافظة بشار في الجزائر استعدادا طبعا للقاء بعد بكرة يوم الجمعة الجاية في تاني مواجهات النادي الآلة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا زي ما سمعته كريم طمنا على الحالة المعنوية والنفسية والفنية للعيبة هناك قال إنها مستقرة جدا لكن يمكن المشكلة بس في التقس الشديد البرودة هناك لكن إن شاء الله النادي الآلة ما بتهموش بقى الظروف دي وبإذن الله يرجع منتصر وفايز بإذن الله من هناك نرجع تاني بقى لأخبارنا من على مواقع الإنترنت وبنوصل الموقع الرسمي للنادي الآلة الموقع الرسمي للنادي الآلة يتكلم عن اللعيب الغيبين عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الآلة وفريق شبيبة الثورة الجزائري وقال إن هم كاملوا تدريباتهم النهاردة الصبح على ملعب مختار التتشي في مقار نادي الآلة في الجزيرة وقال حسين عبدالدايم مساعد مخطط أحمال الفريق تمرين بدني في الجيم قبل ما يستكمل اللعيبة فقرات الكرة في الملعب واللي شارك فيها سعدة سامير وحمد علاء وباثم علي ومحمود وحيد وقدم روان محسن جلسة علاج طبيعي في الجيم وكمان أشرف طارق عبدالعزيز أخصاء التأهيل على تدريبات اللعيبة المصالقة الشروق كمان قالت أنه وافق مورتين لسارتي المدير الفني للنادي الآلة على مشاركة التنائي عمر جمال وصالح جمعة في مباراة فريق الشباب أمام الجونة في دوري القطاعات وهينضم جمعة وعمر جمال لفريق الشباب وصاد الجونة يوم الأربع النهاردة عشان يجهزوهم للفترة اللي جاية هيحاول لسارتي أنه يستغل دوري الشباب عشان يجهز التنائي فظل طبعا دي الوقت وعدم السماح بإقامة مباراة ودية بسبب الارتباط النادي الآلي باللقاء شابتوا الثورة يوم الجمعة اللي جاية في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا مشاهدين معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بعيد فقراتنا في كلام في الميديا خليكم معنا رجعنا سريع نسا نكمل معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لأهم فقراتنا الخاصة بالأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفين في الخير الشروق وزير الرياضة الدوري لن يلغى وفوز مصر بتنظيم أمم أفريقيا ينسب للدولة وليس أشخاص فيتو تأجيل ابتماع لجنة المسابقات لغياب عامر حسين البوابة نيوز الأحد الجبلية تضاع الترتيبات النهائية لأمم أفريقيا الوفد اتحاد الكرة يجري قرعة لبطولة أمم أفريقيا 2019 على سفح الأهرامات سوفر كورا أجيري يتراجع عن سياسة الاعتماد على صغار السن في المنتخب أجيري يطلب إقامة ودية الفراعنة في يونيو في استاذ القاهرة الشروق عبدالفتح يؤكد صعوبة تضيق البار في أمم أفريقيا 2019 اليوم السابع جهاز المنتخب ينصح النني بالرحيل على الأرسنل في الجول روما يفكر في النني يلا كورا تقارير بورتغاليا كوكا يرغب في الرحيل على أولمبياكوس لابر بول أكو صلاح أم مالك القدم اليسرى في الدوري الإنجليزي فاسل كشف عن تفاصيل صفقة رحيل باولينيو عن برشلونة وحقيقة مفاوضات نيمار سفورت 360 برشلونة يطلب شرطين من نيمار قبل الموافقة على أعادته نروح محاضراتك دلوقتي لأهم التفاصيل ونبتديها بالأخبار المحلية من الشروق اللي قالت إن شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن بطولة الدوري الممتاز لم تلغى في هذا الموسم بعد فوز مصر بتنظيم كاس أمم أفريقيا خلال الفترة من 15 يونيو ل13 يوليو المقبل وقال وزير الرياضة أنا ضد إلغاء الدوري فالاحتراف لا يتحدث بهذه اللغة بل لابد من استكمال الدوري لقد لعبنا بطولات أفريقية عديدة ولم تلغي المسابقة وقال كمان وزير الرياضة إن اتحاد الكورة هو المسؤول عن تحديد ملاعب بطولة كاس الأمم الأفريقية وفقا للجنة فنية بتلتزم بمعايير الاتحاد الأفريقي لكورة القدم من أحوال التقس والسعى الجماهرية كمان عشان كده من الصعب إقامة أحدى مجموعات البطولة في الصعيد وقال كمان وزير الرياضة إن الدوري المصري هيقام وهيستكمل وكمان أن الدولة المصرية السبب الأول في الفوز بتنظيم البطولة بتفوق كاسح على جنوب أفريقيا فعملية التصويت وأكد كمان أن إنجاز استضافة المنديال الأفريقي لن ولا ينسب لشخص واحد فقط بل لمنظومة التعامل الجماعي بيترقسها أو بتترقسها الدولة المصرية كمان فيتو قالت إن تأجل اجتماع لجنة المسابقات في اتحاد الكورة واللي كان مقرر لي أنه ينعقد يوم الأربع بسبب غياب رئيس اللجنة عامر حسين عن الحضور أبلغ عامر حسين أعضاء اللجنة اعتذاره عن الحضور من اسكندرية للقاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية وقرر تأجيل الاجتماع عشان يقام بكرة يوم الخميس في حالة تحسن الأحوال الجوية أو الاتنين اللي جاي على أقصى تقدير المفروض كانت اللجنة الاجتماع مع يوم الاثنين اللي فات قبل طبعا ما يعلن عامر حسين تأجيلها ليوم الأربع اللي هو النهاردة وبعد كده تأجل لغاية يوم الخميس أو الاتنين اللي جايزة مقتلك كمان البوابة نيوز قالت إن قرر المجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة هاني بوريدا عقد اجتماع يوم الحد اللي جاي في مقارة جبلية عشان يناقش عدد من الملفات الهمة وأكيد أهمها ملف تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 واللي فازت من مصر بشارة في تنظيمها في بداية الصيف المقبل والمفروض إنه هيحط مجلس إدارة الجبلات تصور النهائي ونظام المجموعات إنها تتلعب في ست مدن وكمان الحضور الجماهيري واللي أعلن عنه اتحاد الكورة بضرورة الحضور المكتف بجانب طبعا الاستقرار على الشكل النهائي اللي هيستمر بيه الدوري المصري خلال الفترة اللي جاي خاصة إنه هو بقى مهدد بالتعطيل في مايو اللي جاي طبعا إنه هو هيتم الإعلان عن اسمه مدير اللجنة المنظمة للبطولة وتم الاستقرار برضو قبل كده على محمد فضل وعلى اسم محمد فضل لاعب النادي الأهلي سابق سابق جاته لأكتر من لغة وبرعاته طبعا الإعلامية وتركيزه وتم كمان تسكيته من معظم أعضاء اللجنة الوفد كمان قال إن استقر مجلس إدارة التحاد الكورة برئاسة هاني بريدة على إجراء قرعة بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 على صفحة الأهرامات بنسى اتحاد الكورة مع الاتحاد الأفريقي لكورة القدم الكاف معايد إجراء القرعة والمفهود أنها تقام خلال شهر إبريل أو مايو اللي جاي سوبر كورة كمان قالت أن تراجع المكسيكي خفية رأي جالي المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكورة القدم عن قراره استابق بالاعتماد على اللعيبة صغيرين في السن فقط خلال المرحلة اللي جاي عشان يجهزهم لكاس العالم واستبعاد كبار السن خصوصا طبعا بعد استضافة مصر لأمم أفريقيا 2019 اللي هتقام في الفترة من 15 يونيو لحد 13 يوليو اللي جاي وما فيش بديل قدام الفرعنة سوى حصد البطولة كشف مسؤولين المنتخب أنا أجري أكد فكت معاته الأخيرة معاهم أنه هو هيدم اللاعب اللي شايف أنه هيكون إضافة وهيقدر أنه يحقق الفوز والمكسب للفرعنة بغض النظر عن عامل السن وتحديدا استعدادا طبعا لأمم أفريقيا هتقام بإذن الله في مصر ومحتاجة للعيبة اللي عندهم خبرات كتير في التعامل مع الضغط الجماهيري الكبير كمان بيتو قالت أن عقد المكسيكي خفير أجري المدير الفني للمنتخب الوطني جلسة مع هاني بريد رئيس اتحاد الكورة والمشرف على المنتخب الأول خلال الساعات اللي فاتت عشان يناقش برنامج إعداد الفرعنة لبطولة الأمم الأفريقية وخطة المدير الفني للمنافسة طبعا على لقب البطولة 2019 لتقام في مصر خصوصا بعد حصولنا على حقوق تنظيم النسخة اللي جاية سعى مجلس إدارة اتحاد الكورة أو مجلس الجبلين هو يفوز بها كما حدث في نسختين سنة 86 وسنة 2006 وأكد مصدر في اتحاد الكورة أن أجري طلب من أبريدة خلال الجلسات ضرورة إقامة مباريات المنتخب الوطني الودية قبل بطولة أمم أفريقيا على استاد القاهرة عشان يتعود لعابة المنتخب على أرضية الملعب بعد ما تأكد خلاص استضافة مباريات الفرعنة خلال البطولة وتمسك كمان أجري بإقامة معسكر طويل للمنتخب الوطني قبل البطولة يمتدل 15 أو 20 يوم ويكون خلاله فيه مبارتين أو 3 مباريات وديه عشان يتم إعداد كويس للعيبة ويزود الانسجام ما بين لعابة المنتخب قبل ما تنطلق البطولة كمان الشروق قالت إن كشف عسام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية وعضو لجنة الحكام في اتحاد الأفريقي لكرة القدم إن تطبيق تقنية حكم الفيديو الفار في بطولة أمم أفريقي 2019 اللي بتنظمها مصر هيكون صعب جدا وقال كمان عبدالفتاح إن السبب بورا عدم تنظيم التقنية بيرجع لعدم اكتساب الخبرة المطلوبة في النظام ده أو نظام البار وقال كمان إن إمكانية تطبيقه في الدوري بداية من الموسم اللي جاي أو الموسم اللي بعته كمان اليوم السابع قال إن دخل مسؤولين منتخب مصر في مشاعرات مع محمد النني المحترف في أرسنول الإنجليزي عشان يعرفوا إمكانية الرحيل عن نديد خلال الفترة الحالية في الإنتقلات الشتوية بعد ما خرج من حسابات الجهاز الفني لأرسنول الإنجليزي والبحث طبعا عن نادي جديد يقدر من خلال إن هو يشارك للحفاظ على مكانه في تشكيلة منتخب مصر قبل أمم أفريقيا خاصة طبعا في حالة بقاءه على دكة البودلاء ده هيتسبب في أزمة في المنتخب في الجول كمان كتب وقال إن الموقع الإيطالي تاتو مركاتو ويب نشر أو اللي هو طبعا مختص في انتقلات اللعيبة وقال ونشر إن روما بيفكر في انتداب لعب الوسط المصري محمد النني البلغ من العمر 26 سنة وقال الموقع إن مونشي المدير الرياضي لروما عنده رغبة إن لعب وسط نادي الأرسنال الإنجليزي أو يكون ليه هو الأولوية وده هيكون في خلال أو من خلال عرض هيتقدم له إن شاء الله في الأيام اللي جايين كمان يلا كورا قالت إن في تقارير صحفية برتغالية بتقول إن أحمد حسن كوكا لعب ألم فيها كوساليوناني عمد رغبة في الرحيل عن الفريق خلال فترة الإنتقلات الشتوية الحالية وفقا لصحيفة أبالا البرتغالية كوكا بيرغب في الرحيل لعدم مشاركته بصورة منتظمة مع فيدرو مانتينيزا المدير الفنير النادي اليوناني قالت الصحيفة كمان إن كوكا عنده رغبة في الخروج من النادي والبحث عن نادي تاني لخوض تجربة جديدة أحس كمان قالت إن أكد دادي واشلونة الأسباني إن اللاعب البرازيني باولينيو بقى لاعب رسمي وبشكل نهائي لنادي جوانسجو أفرغراند الصيني بعد تفعيل بند حقية الشراء من جانب الفريق الصيني وقال كمان باشلونة إنه تلقى بالفعل أموال استفقة من فريق جوانسجو على الرغم من إنه فرض بند السرية اللي فرضته المجموعة الصينية لعدم التشفى عن الرقم الإجمالي للعملية أو عملية انتقاله وقال جوزاب وايفس المتحدد باسمه أساسة برشلونة الاتفاقية صارت بشكل جيد بالنسبة للأطراف التلاتة برشلونة وجوانسجو وباولينيو ورفض المتحدد الرسمي لبرشلونة الكلام عن استفقات اللي بيعمل دلوقتي عليها الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية وكمان نفى التقارير اللي نشرتها أو نشرها موقع ماندو دي فورتيفو الأسباني اللي أوضحت أن والد نيمار استدعى خمس مرات أن هو يروح برشلونة عشان يرجع مرة تانية اللعب البرازيلي للفريق الكتالوني أما سبورت 360 قالت أن طلب نادي برشلونة لأسباني من المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا اتنام شرطين قبل ما يفكروا في الموافقة على أعادة فصول الانتقالات الصيفية اللي جاية كشف الصحفي الأسباني إدوارد وإندر رئيس تحرير صحيفة أوك الأسبانية أن نجم فريق باريس سان جيربان مطالب أنه يضحي بثروة كبيرة جدا في حالة أنه عنده رغبة أنه يرجع مرة تانية لمكانه سيبق برشلونة وقال للصحفي الأسباني برشلونة وضع شرطين لإتمام عودة نيمار الأول هو حصول على 50% من حقوق الصورة الخاصة بالنيمار والثاني هو ساحب الدعوة القضائية لرفعها للحصول على مكافئة التجديد مشاهدين معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع بعد كده نكمل معاكم بايد فقارتنا في كلام في الميديا خليكم معاين رجعنا سريع نسم كاملين معاكم فقارتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم لفقرة السوشل ميديا وهنبتديها بالأنجولي جيرالد ولاعب النادي الأهلي ولنشر صورة على الانستجرام وكتب كون ممتنا دائما استفحى رسمير النادي الأهلي كمان على الانستجرام فشاركت في هاشتاك تحدي العشر سنين ونشرت صورة لنجوم الفريق في 2008 وفي 2018 شارك كمان أميرة عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي سابق ومدير أكاتمات النادي الأهلي في الشخص ديت في التحدي ونشر على الانستجرام صورة من عشر سنين بتيشرت الفريق وصورة حديثة ليه أثناء وجوده كضيف في قناة ايمادي الأهلي من كم يوم شريف عبد الفضيل بلد أردو لعب النادي الأهلي نشر صورة ليه في التحدي ونشر على الانستجرام صورة هو لعب الأهلي وصورة دلوقتي هو مدرب في قطاع النشائين في النادي أحمد حسن كوكا المحترف في صفوف ولم فيهاك وأسأليناني برضو شارك في التحدي نشر على الانستجرام صورة وهو صغير وصورة لي دلوقتي شارك كمان جامس مولنر لعب لوفيربور الإنجليزي في التحدي نشر صورتين لي على الانستغرام معلق بالكات تغيرت كمان شارك عدم لدانا لعب لفيركول بردو في التحدي ونشر صورتين على الانستغرام الأولى بأميس فريق السابق ساود هامتن والتانية بأميس لفيركول الإنجليزي بردو فالف أقبل عمان يونيتد كمان شارك في التحدي ونشر الصورة على الانستغرام وكتب بينهم عشر سنين وبعيدا بقى عن تحدي العشر سنين نشر هاريكين لعب تغطيهم صورة على تويتر بعد أعلان دي إصابته وغيابه عن الملاعب لمدة شهرين وكتب تعتبر الإصابة جزء من اللعبة لكن سأعمل بجد أكتر لأعود لليقتي شكرا على رسائلكم كمان نشا شيردون شاكيري لعب بابر بول الإنجليزي صورة على تويتر من تدريبات الفريق وكتب عمل جاد وضحك في موود كمان بعد أعلام بيتر تشيك حارس مورما أرسنل الإنجليزي اعتزالوا اللعبة بنهاية الموسم الحالي ناشر أحمد شبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري صورة لبيتر تشيك على تويتر وكتب اعتزال العملاق بيتر تشيك أتمنى أن تكون نهاية سعيدة بمعنى الكلمة في نهاية الموسم مع أرسنل حارس كبير يستحق كل التقدير ناشر كمان ديفر دخية حارس مورما منشستو يونيتد صورة لتيشيرت تشيك على تويتر وكتب سيضل لي مع قميص تشيك مشاعر كبيرة بلا شك واحد من أفضل الحراس في تاريخ الكامير ليج سنفتقدك كمان لنجم الأيباري كبير دي دي دراجبة ناشر صورة على انستجرام مع بيتر تشيك وكتب أحتاج لملايين من الكلمات لوصفك قلبك الطيب احترافك عقلية الفوز لديك لكن صورة واحدة تلخص كل شيء شكرا لك يا بطل على قلبك وإيديك الذهب كمان نشر ايكر كيسيس حارس مورما بورتول بورتغالي صورة مع بيتر تشيك على تويتر وكتب تهانين على مشوارك الرائع في كورة القدم المحبوب بيتر تشيك واحد من أفضل الحراس اللي شفتهم أتمنى ليك الحظ السعيد في كل شيء وأخيرا كمان نشر تيفو كارتوى حارس مورما ريال مدريد صورة مع بيتر تشيك وكتب شكرا لك بيتر تشيك على مساعدتك خلال السنة الأولى في تشلسي تهانين على حياتك المهنية المذهلة كنت زميل استثنائي صديق ومثال لي شخصيا وبالنسبة لجميع حراز المورما حظا سعيدا في مستقبلك مشاهدين نطلع دلوقتي الفاصل سريع عشان نستقبل ضفن الأستاذ عمر محي ناقد الرياضي في أخبار الرياضي رجعنا سريع نسم كاملين معيكم فقاراتنا في كلام في الميديا ونورنا دلوقتي في الستوديو أستاذ عمر محي ناقد الرياضي في أخبار الرياضة مساء الخير عليك مساء النور ومساء النور على كل المشاهدين في خلال النادي الأحلي أكيد النهاردة عايزين نتكلم في حاجة كتير وأكيد أهمها يكون طبعا لقاء بعد بكرة يوم جمعة اللي جاية تاني لقاء للنادي الأحلي في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وصلاة شبيبة الثورة الجزائي إن شاء الله اللقاء ده هيقام الساعة التسعة مساء بتوقيت القاهرة في محافظة بشار في الجزائر شايف اللقاء ده ازاي؟ المباراة طبعا في أرض الفريق الجزائري هتبقى صهرة كروية بالنسبة للجمهور النادي الأحلي يوم الجمعة هتبقى فرصة أن الجمهور النادي الأحلي تجمعوا بالليل المباراة تأتي تعتبر ثلاث مباراة للمدير الفني الجديد للنادي الأحلي مارت اللسارتي كانت الأحلي حقق بداية جيدة في الجولة الأولى قدام فيتا كلاب وكسب 2-0 تعتبر عدينا الحمى البداية زي ما بنقول مشكلة كبيرة إن الفريق الجزائري بيلعب على أرضه لكن هو جاي من خسارة تقيلة بنتيجة 3-0 أكيد طبعا عنده ضغط كبير عنده دافع كبير صحيح وعنده دافع كبير يمكن كمان سمعنا من تصريحات مسؤولين شباب بيت الجزائر طلبوا الجمهور أنهم ما يرموش أزايز وشماريخ أثناء اللقاء لأنهم عارفين أن الجمهور قدعي جمهور شباب الجزائر مشحون جدا بعد الخسارة بتلت أهداف نظيفة وساط سنبا التنزاني هي بالنسبة لثقافة الجمهور في شمال أفريقيا تحديدا المغرب جزائر تونس الشماريخ دي بالنسبة لهم مش تبقى أنواع من أنواع ترهيب الفريق المنافس ورغم أن الاتحاد الأفريقي بيفرضوا عقوبات على الأشعال الشماريخ لكن هي دي عادة عندهم لا يتوقفوا عنها شاببت الثورة في المباراة الجاية كمان هيكون مطلوب منه أنه يفوز لأنه لو ما حققش التلت نقط سيبقى موقفه صعب جدا في حسابات التأهل للدور التالي في الدور الأبطال لازم برضو نحط في الاعتبار أن المباراة اللي فاتت كان الفريق الجزائري بيلعب بدون الحرس الأساسي بتاعه بسبب تراكم الإنذارات وكان عنده برضو العيب مهم في خط الوسط برضو كان موقوف الفريق الجزائري سيستعيد الحرس الأساسي ويلاقيه بخط الوسط فأعتقد ده هتشكل اختلاف كبير بالنسبة لحسابات المداربة الجزائري فحرك من كلامك بتقول أن الفريق الجزائري ممكن يكون فيه تغييرات في التشكيل بعد عودة اللعيبة الأساسيين للمشاركة تانية مع فريقهم شاببت الثورة الجزائري بالنسبة للنادي الأهلي شايف ممكن يكون فيه تغيير في التشكيل ساعة المباراة القادمة فيه تغييرات اجبارية طبعا بسبب الإصابات صحيح أو بسبب رحيل لعيبة من القايمة اللي هم سجلين مثلا كل يبالي كان خلاص لعب مباراته الأخيرة من مطش اللي فات تقريبا من جمهور الأهلي والدعو عندنا دلوقتي فيه إصاباته فيه وليد أزارو مصاب عندنا مروان محسن مصاب عندنا الشام محمد فيه إصابة فيه دول تلات لعيبة أساسية من التشكيل اللي يابن بها المطش اللي فات مش موجودين فهيبقى فيه تغييرات طبعا لازم يلجأ لها الجهاز الفاني للنادي الأهلي هل تتوقع مارتينة صارتي هيشرك حمد فتحي الوفد الجديد للنادي الأهلي في اللقاء القادم؟ بالتأكيد طالما طالما أشراكه في القائمة الفريق بالنسبة كبيرة ممكن نلاقيه بيلعب جنب عمر السلية في ناحية الافتكاس وخط الوسط لو هنتكلم عن إصابات النادي الأهلي الملف ده ملف كبير جدا والإصابات دي بيعاني منها نادي الأهلي بقى له فترة كبيرة جدا يمكن كانت سبب أساسي ورئيسي في غسارة النادي الأهلي للقاب اللي عدت سواء دوري أبطال أفريقيا ولا البطولة العربية حتى الأخفاقات اللي كانت موجودة في الدوري المصري الممتاز شايف إيه الأسباب الحقيقية وراء الإصابات المتكررة لعبة النادي الأهلي حتى لعبة النادي الأهلي اللي لسه جداد اللي لسه منتقلين حديثا للنادي الأهلي شفنا محمد محمود للأسف بيصاب بقاطعة في الرباط الصليبي يمكن بعد وقت ولال جدا من مشاركته فأول لقاء لي مع النادي الأهلي شايف ده إزبا بصي لازم نحط في الاعتبار أن الإصابات تبقى إصابات قدرية يعني اللي هو التحام عنيف في المباراة لا لها علاقة بإجهاد بدني أو بسوء إعداد أو أرضية ملعب الإصابات الرباط الصليبي دي بتحصل أكبر لعيبة في العالم وأعتقد أن الطب دلوقتي الطب والتأهيل البدني تطور كثيرا أن اللعيب يقدر إن شاء الله يتعافى ويرجع بفترة سريعة مثلا خلال أقل من 6 شهور نتكلم عن بقى إصابات اللعيبة يعني نحن مثلا قرينا خلال ساعات قليلة بالنسبة لكابتان أحمد فتحي أن للأسف أن عنده الإصابة بتاعته أكبر من اللي كانت متوقع وأنه عنده التمزق في العضل الأمامية كبير وأنه بعد ما كان الإصابة بتاعته متوقع أنه خلال 5 أسابيع لا فيه مدة 15 يوم زيادة لأن فيه مياه في العضل الأمامية وده هيأجل ويأخر العلاج بتاعه صحيح عندنا فيه حسام عشور حسام عشور يمكن التعالج من إصابة في الكاحل نزل تمرين اشتبك مع شريف إكرامي جاء له مشكلة في رجبته كادمة في رجبته حاجات مش مفهومة حاجات مش مفهومة وده خلى الجمهور ملهاش علاقة ببعض ملهاش علاقة ببعض وده خلى الجمهور فيه تريند كده طلع اللي هو قالك بقى العفاريت والجدل والسحر والشعوزة والكلام دوت لكن هي في الآخر هو النادي الأهلي فيه كذا سبب من أسباب اللي بتأدي الإصابة اللعيبة بتاعها طبعا إجهاد المباريات صحيح وده كان بيعاني منه أكيد لعابة النادي الأهلي خصوصا إكيد حسام عشور واحد من الأعمال الأسف النادي الأهلي أكيد كان بيعاني من الإجهاد في الفترة اللي فاتت هو تتوالي طبعا المباريات والبطولات على النادي الأهلي فكان ده شيء طبيعي في مصر ما فيش حاجة اسمها يعني احنا بنشوف في العالم كله إن اللعيب بعد ما بياخد نهاية الموسم بعد ما ياخد باطل يعني بعد نهاية بطولة الدوري من نهاية الموسم بيسافر لمدة شهر شهرين بيسافر بيسافرنا مع النادي الأهلي للأسف ولا تلاتة ربعة إيام معندهم حتى فترة يعملوا فترة إعداد يعني اللي هو الفترة اللي هي ما قبل الموسم اللي هم يلعبوا فيها مطشات ودية ويسافروا بره لمدة أسبوعين إحنا الأول من أربع سنين خمس سنين كنا بنشوف النادي الأهلي بيسافر مثلا يعمل معسكر في النمسا معسكر في ألمانيا برشلونة برشلونة ونلعب مطشات ودية دلوقتي إحنا خلصنا الدوري يلا نستعد شن عندنا مطش مطشن في أفريقيا بعد كده نلعب في مطش في دورة عربية بعد كده يلا الجولة يقولهم الدوري فكل ده مع مطشات منتخبات طبعا النادي الأهلي من لعبته أساسية في المنتخبات فكل ده إجهاد بدني إجهاد كبير جدا إجهاد بدني ودهني وإحنا عندنا اللعيب المصري من صغر ومش متحمل يعني لم يتم تأسيسه على هذا الكم الكبير من المباريات فطبعا الإصابات بتحصل في النادي الأهلي فأنت بترجع الإصابات دي المشكلة الأساسية هي الإجهاد وتوالي المباريات على اللعيبة وما فيش أجازات وما فيش وقت كبير للإستشفى أو للإعداد الصحيحة طبعا وطبعا بس لازم برضو نتكلم أن فيه كلام بتقال أن النادي الأهلي محتاج في التدريب ومع الجهاز الطبي فيه الأجهزة التي تساعد على الاستشفاء بشكل أسرع فيه الأجهزة التي تقس نبطات القلب حالة الجسم حالة الحالة العضلية وأنا أعتقد أن النادي الأهلي لازم يبقى فيه أبضيت أكثر من حديات علشان يبقى فيه تجنب لإصابات ممكن نتفاديها مروان محسن، أزارو، سلاح محسن، اللعبة دي مصابة كلها هل النادي الأهلي محتاج في الوقت المهاجم صريح؟ في الفترة الحالية إحنا لو تكلمنا إحنا هلقى أن المهاجم الأساسي بتاع منطقة مصر ومروان محسن كانت مفروضا أنت عندك أحسن مهاجم من رأس حربة صريح في القرى المصرية محل وأشاد به كوبر وأشاد به أجيري فأعتقد أنه هو مهاجم لا خلاف عليه لكن هل إحنا محتاجين ندعم النادي الأهلي بصفقة هجومية تانية؟ أعتقد أن الوقت قليل وباش نلحق أن نتعاقد فيه مع العيب أجنبي مهاجم لسه قبل ما هنشوفه نعمل عليه اختبار وأعتقد أن الوقت هيبقى قليل إحنا عندنا مثلا عمر جمال، عمر جمال ممكن نستفيد به نسجله في القائمة عمر جمال محلية نسجله في القائمة المحلية وندخله في القائمة الأفريقية لو إحنا عايزين نشركه في القائمة أفريقية فترة زي فترة أعداد لأنه مفيش طبعا وقت دعواتين يتعامل لهم فترة أعداد ويقدروا أن هم يكونوا جاهزين للمبارات القادمة في حالة أنه تم تسجيلهم إن شاء الله في القائمتين المحلية أو الأفريقية للزبط وعمر جمال أو صالح جمعة الاثنين من أبناء الأبنين يعني الاثنين لعبوا كثير في النادي الأهلي وعندهم خبرات أفريقية يقدروا يشتركوا فيها بسرعة ندمجوا مع الأجواء بدون أن نخش في حسابات أن اللعي بيقدر يتأقلم ولا يتأقلمش طيب معينا دلوقتي أستاذ سامير بشير الصحة في الجزائري مساء الخير على حضرتك مساء النور فترة الكريمة سأعيد إليك إلى عزيزك الكريمة وإلى كل مشاهدي قناة الأهلي ومتابعيها وهنصار نادي بأي منورنا أكيد في قناة النادي الأهلي وكنت عايز أعرف من حضرتك كيف تناولت النهاردة الصحافة الجزائرية لقاء بعد بكرة إن شاء الله النادي الأهلي مع شقيقه في الثورة الجزائري لما أستمع للسؤال جيدا ولكن بخصوص المباراة شديدة الثورة مع تاريخ النادي الأهلي هي مباراة ينتظرها الجنوب الجزائري الكبير بإتبار أن تاريخ شديدة الثورة يمثل منذ عميل الجنوب الجزائري وما يوجد تاريخ شديدة الثورة هو تاريخ جزائري حديث قصة سنة 2008 فقط عن تاريخ رئيس محمد الزرواط وتسلق إما في الضربة الجزائر مباشرة في أربع سنوات الأولى وصل إلى المقتلك الأول كان رئيسه محمد الزرواط يقول أنه فيأكد النهار الأهلي يوما إلى نذير البشار لأننا نشاهد في الثورة يرمع عندما كان في الأحسام السبلة كانوا يبحكون عليه من هذا التصريح عندما تكون في درجة رابعة وخمسة ونتكلم عن العميلات التصريحة وأنهم يسيئات يوم إلى مدينة بشار كان هذا لمثابت تصريح غير عاقل ولكنه اليوم في الجملة الثانية من دولة المجموعة الإدريفية يعني من ثلاث أجين وشعباش فريق الرئيس النبي حق ما وعد به عند تأثير هذا الفريق فريق النبي قادي سيكون بيت عزيز على مدينة بشار وكما كان بيت عزيز المنطقة على المدينة التصريحة وعلى قائمة المدينة الجزائية بالتأكيد هي مقابلة بين فريقين مقابلة بين فريق خطير جدا بالمنافسة التصريحية هو ماجي القرن في إدريفيا والفريق الذي في أسوأ يعني في أسوأ ثروته يكون إلى مباريات نهائية يعني الفريق يعني يوصل إلى المنطقة المتجابية أما فريق توقفه الخبرة في هذه المنافسات هو يلعب المنافسة التكريفية لتاني مرة بعد التجربة اقتصرت عن المباراة الوحيدة في سنة ألف ألف مختار ولكن هذا الفريق يعني رغم أنه حديث لعب في المنافسة التكريفية إلا أنه يكون متموعة من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب في المنافسة التكريفية مع فريق أخرى يعني فريق بدون خبرة التكريفية ولكن يمتلك متموعة مميزة من اللاعبين الذين لهم هذه الخبرة التكريفية مع فريق أخرى كما أنه فريق طعب المباراة في ميزانه يعني في ملعب عشرية دولة في مدينة سنة ألف شر هو فريق يعني تكريفا خاطر هذا الموسم لأول مرة من ثلاث سنوات تكريفا في من عديد في كثورة الزنائب من شهر واحد 2015 لم يحسر أي مباراة في آردون الميزاني حتى شهر عشر من شنة ألف وطول عشر يعني هي متى شاترة جداً بالتأكيد يعني هي مباراة ويعون من خلالها فريق سنوات التكريف على نحو نفس المقابلة الأولى التي كانت خاصها في طنطانيا في ثلاثية داملة يعون عليها مدرد وهو سيث ندول مكين والذي كان مدرداً متعايداً للمدرد المتخب الجزائي لجوركي في مكاس وممتلك هي تأتينا في الزنائب أستاذ سامير أنا كنت عايزة لحضرتك أنا كنت عايزة لحضرتك عن التشكيل المتوقع أو التغييرات المتوقع على التشكيل الخاص بفريق الشبيبة الثورة الجزائري مع طبعاً عودة اللعيبة اللي كانت مستبعدة أو مصابة في الفترة اللي فاتت خاصة أصوات فريق سامب التنزاني عن توقعات بالتأكيد أن فريق سامب التشكيل المتوقع يريد من هذه المباراة أن تكون برد طبعاً برد طبعاً يريد أن تكون هذه المباراة حظة أن تطيق طبعاً قطع هذه القطارة الفريق يعني الترجع بيضاً يعني لأنه نعب يوم السبب في طنزانيا وعزة في طائرة خاصة مباشرة إلى مدينة البشار لم يلعب أي مباراة في الدورة الجزائري يعني سيكون في دورة جيدة من ناحية الاقترداء والإتعاد عن الملاب أرضية الميزان هي أرضية إصطناعية من الناجي الإصطناعي بالتأكيد هي ليسة جديدة على ناجي أن يلعب في مثل هذه الملاب ولكن طريقة بالصورة له طموح كبير بالتأكيد هي مباراة بين طموح كبير لشبه السورة وبين خبرة إفريقية يلترفها الناجي يعني صعب التكاهم بهذه المباراة لو أنه يعني مثل هذا النظر المباراة يلعب على نتيجة شهر الأول يعني النبحة تاريخ العديد في تذكير أولاً بالتأكيد أنه سيحصل محملية في تذكير السورة ولكن إن نجح شبه السورة في تذكير أولاً يزيد هذا من العديد محافظه في الحامل الأكثر وبالتأكيد أنه سيكون في تذكير السورة إذا تبدأ في ميزانك ولكن الصعب على أي طريقة أخرى يعود في النتيجة أمامك أستاذ سامير كنت أريد أن أعرف من حضرتك ساعة الإستاذ 20 أغسطس اللي هو ستقام إن شاء الله عليه اللقاء أو المباراة يوم الجمعة اللي جاية وأريد أن أسألك عن الحضور الجماهيري أستاذ سامير أريد أن أعرف من حضرتك ساعة الإستاذ 20 أغسطس بيساعة لكام مشاهد أو لكام ساعة الميدان هو فريق منعه هو منعه 20 أغسطس تقريب من ساعة 12 ألف متفرج هي المتينة يعني تقع في أكثر جنوب الغرب الجزائري تقريباً عن العاطمة بحوالي 1500 كيلومتر هي مسافة ساعة و45 دقيقة بالتيران منعه 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 ممكن من أستاذ عكس المرات الماضية الماضي الغرب لن تخده لأنوار من الجانية المصرية أو عمال الشركات المصرية يتوجدون في شمال التزائري عكس الجنوب يعني فعني لن يكون مستفيداً من العثرة من العنصاري عكس جنوب الإستاذقة في الجزائر ولكن في نفس الوقت سيلقى الكثير من السلحات يعني هذه المنطقة الجنوب الجزائري هي من المناطق الأكثر كراماً في الجزائر وتتكون يعني فخورة حاصةً كما قلت أكيد أن هذا حل النادي في سنة 2008 كان طووحه لماذا الأهدي؟ لأنه سنة 2008 كان بطل للقاط اليوم حقق الهدف بعد 18 سنة بالتأكيد سيكون الزائفاً عزيزاً لأنه تواجد ومكيد الشعب الحديث هو في مسابة تحقيق لمشروح لك شكراً لك أستاذ سمير بشير الصحة في الجزائرين وردنا أكيد في كلام في الميديا في خناة نادي الأهلي نرجع تاني ونتكلم عن اللقاء الهام بعد بكرة إن شاء الله للنادي الأهلي في تاني مبارياته في دور المجوعة الدوري أبطال أفريقيا تتوقع حظوظ مين اللي هتكون أكبر؟ أتوقع إن شاء الله يكون في نسبة كبيرة إن النادي الأهلي بإذن الله يرجع بنتيجة إيجابية على أقل نتيجة التعادل الأهلي أكثر خبرة أكثر قوة أكثر شعبية أكثر الرغبة أنه يعود بثلاث نقطة أو من الجزائر عشان يكون مستريح في الجوالات اللي جاية الفريق الجزائري شاببته الصورة فريق زي ما قال زي منا الصحف الجزائري إنه هو فريق حديث لكن هو برضو يضم خبرات لعيبة لعبه وتفعنده أكبر مركز متقدم في الدور الجزائري هو دلوقتي المركز الخامس لكن ليه مبارا مؤجلة لو كان كسبها ولعبها فهو كان مركزه يطلع للمركز التالت بالنظر لنتائج فريق شاببته الصورة على ملعبه في الفترة الأخيرة الفريق نجح إنه هو يحافظ على نظافة شباكم يعني صعب إنه هو يستقبل أهداف على أرضه أعتقد إن النادي الأهلي في المباراة زي دية محتاج يتجنب عيوب المباراة اللي فاتت زي أخيرة مباراة الترجل اللي عيبة مثلا في أجواء ممثلة في أجواء شمال أفريقيا ومهور عصبي ومتحمس أعتقد إن الأهلي محتاجي تركيزه في الدفاع أقوى يتجنب الأخطاء البسيطة اللي هي بتأدي دخول أهداف في أوقات مؤسرة بتربك حسابات الفريق في النهاية خلينا نروح لحسين الشحات اللعب اللي ظهر لأول مرة في المباراة اللي فاتت للنادي الأهلي قلت إن تم شراء ماهني شفت إذا هوا المح生 من أحد زي دفاعي هوا الشحات ومتحضوا القوى فهما يجب مجدداً في قلوب جمهور ظهر الآن لدي الأهلي حسين الشحات يعتبر هو الجكر الجديد والنجم والنجم الأول محبوب في قلوب جمهور ندي الأهلي بسبب طبعاً الأجواء التي صحبت انضمته من النادي العين للنادي سواء أن هو تنازل عن ملايين معينة أو مستحقات مالية لي من عند نادي العين علشان ينضم للنادي الأهلي وأنه كان حلمه من زمان ينضم للنادي الأهلي منذ أن كان لعيف من مصر المقصة لكن الصفقة تأخرت لأسباب مالية لكن هو نضم في النهاية وارتدى شعار النادي الأهلي ظهوره الأول كان ظهور جيد لكن برضو لازم نحط في الاعتبار أن المحتاج برضو يتأقلم هو منضم مع الفرق في وقت صعب منضم للنادي الأهلي ويلاقيه بأول مباراة في ظروف أن الفرقة فيها بتمر بتغيير في عناصرها الأساسية في جميع الخطوط مدير فن جديد ضغوط كبيرة على اللعيبة وعلى الفرقة الأهلي مطلوب منه الفوز والأداء الجيد كل ده خلت حسين الشحات طبعا محتوط تحت ضغط أعتقد أنه مع الوقت حيحس براحة ويلعب شخصيته اللي احنا شفناها تقلق بها في كاس العالم للأندي مع نادي العين وقدم أداء رائع قدام مطش ريال مدريد وقبليه كان مطش ريفر بليت الأرجنتيني أعتقد أن حسين الشحات لازم مع الوقت يتأقلم ويأكد أنه يستحق المبغ الكبير اللي اتدفع فيه طيب خلينا نروح لملف آخر هو ملف الكاس الأمم الأفريقية ومصر طبعا هي اللي فازت بشرف تنظيم هذه النسخة كانت في 2019 شايف إزاي أهمية أن مصر هي اللي تكون منظمة للبطولة دي أو للنسخة دي من كانت 2019 بعد طبعا ما تم سحبها من الكاميرون وكانت اعتذرت عنها المغرب أنا شايف أن تنظيم بطولة أفريقيا 2019 وعلى حساب منافسة قدام جنوب أفريقيا ونفوز ب16 صوت قدام صوت واحد تعتبر رد اعتبار بسيط من الكرة المصرية وإمكانيات مصر على مستوى الملاعب والفنادق في تنظيم بطولة كبيرة خصوصا أن جنوب أفريقيا هي اللي فازت بتنظيم كاس العالم 2010 وقت الصفر الشهير اللي احنا مش عايزين نفتكره كتير تنظيم بطولة أفريقيا في 2019 على أرض مصر دفع قوية أن احنا نستعيد الجمهور دفع قوية أن احنا نكسر غياب طويل عن نفوز بلقب بطولة أفريقيا من تتوجي الأخير سنة 2010 مصر من 2010 لحد 2017 لم تفوز بطولة أفريقيا حين وصلنا للنهائي في 2017 بفرصة قدامنا من جديد علشان في 2019 نفوز بالبطولة الأفريقية في جيل يقوده النجم المصري محمد صلاح لو اتكلمنا عن المدة القليلة جدا ما بين كفوز مصر بتنظيم كاس الأم الأفريقية 2019 وبين الوقت اللي تقام فيه البطولة يمكن شهور قليلة جدا هل شايف أن الشهور دي كافية أن مصر تنظمها بالطريقة اللي اتشرف بها البلد؟ بطولة أفريقيا ليست من البطولات اللي هي متطلبة شروط كتير أو أشكال صعبة في التنظيم أعتقد مصر في الفترة الحالية هي ممكن تنظم بطولة أفريقيا من الشهر الجاي لأن الملاعب موجودة يعني احنا ما عندناش ملاعب مثلا بتبني أو بينجهزها على مستوى المدرجات بكل اللي احنا محتاجينه بس مجرد صيانة صيانة للأرضيات أرضية الملعب اللي هي احنا أصلا كده كده هنوقف بطولة الدوري قبلها مثلا باسبوعين بغير كمان الاتحاد المصري لكرة القدم يعني طلع قرار أن المباريات اللي هتقام في الدوري المصري ممتازة تقام على ست مباريات وهيتم استبعاد الملاعب اللي هتقام عليها أو التامل الاستقرار أنها تقام عليها مباريات كاس الأمم الأفريقية وده طبعا هيدي فرصة من فترة أطول أن احنا نعمل صيانة سريعة للملاعب عندنا الفنادي عندنا شبكة المواصلة سريعة عندي مشكلة مع الصيانة سريعة احنا بقالنا كتير قوي من سمعين أن استاد القاهرة راجع وهنلعب عليه ملشات بقاله كتير قوي قوي يمكن شهور أو دخلين في أكتر من سنة وكل شوية بيحصل صيانة استاد القاهرة مرت عليه سنين طويلة ما تجدتش يعني هو السيانة بش استاد القاهرة بش مجرد نحن نغير الأشكال الألوان الكراسي في المدرجات والتراك والملعب لا هو محتاج طبعا شبكة صرف علشان الأمطار لاحظة أن الاستاد لم يستخدم بقاله فترة طويلة وقلة الاستخدام بتأدي أن الملعب نفسه بيبوز ما يكونش على حالته الطبيعية أتمنى أنه يكون جاهز طبعا قبل البطولة وإن شاء الله هيكون جاهز خليني بقى نروح للمنتخب الوطني الأول اللي أكيد هيشارك في كان 2019 واللي عنده طبعا كل الرغبة أنه يفوز باللقب ده خصوصا أنه نخسرنا اللقب في المباراة النهائية في النسخة اللي فاتت أكيد عامل الأرض والجمهور هيكونوا في صالح منتخبنا الوطني الأول هكتر عفوا الفرق بين هكتر كوبر وأجيري شايفوا عمل إزاي فرق دفاع وهجوم حتى لو كان كوبر كانش شايف نفسه أنه بيلعب بالطريقة الدفاعية المملة لكن احنا دلوقت الجمهور كان شايفه كده احنا أجيري بيلعب كرة مفتوحة اللعب ممتع زي ما شفنا في مطش مباراة تونس بعد ما الأداء تحسن تقريبا في الشوت التاني أعتقد أن فرصة اللعب أن أجيري والجيل بتاع محمد صلاح ورمضان صبحي وباقة لعبة المنتخب هيكونوا محظوظين أنهم يلعبوا بطولة 2019 على أرضهم فرصة أن محمد صلاح برضو بزتحديدا أن محمد صلاح بعد ما كسب جزتين أحسن لعب أفريقي أنه يتوج مسيرته إن شاء الله أنه ياخد لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول السنة دي ويختم السنة دي 2019 بلقب بطولة أفريقيا مع منتخب مصر الدعم الجمهور هيكون مهم جدا للمنتخب أعتقد أنه لا لدينا مشكلة في حضور الجمهور لمباراة المنتخب الفترات التي فاتت شفنا الجمهور وأعتقد أن الجمهور هيكون حضوره أكبر في طولة أفريقيا لأنه يريد أن يبقى فيه تتويج زي ما قلنا أنه لا شفناه من 2010 وعايزين نفتكى الأجواء 2006 وشفنا أدي الجمهور كله أهلي زمالك إسماعيلي كل الانتماءات اندمجت تحت علم مصر إن شاء الله نشوف الأجواء دي في 2019 لو تكلمنا سريعا عن الدوري المصري الممتاز وسألتك عن الظواهر المختلفة اللي شفتها في الموسم الحالي أو في النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز تقول لي إيه؟ نقدر نقول كسرة المؤجلات طبعا لو نشوف مثلا غياب النادي الأهلي الفترة طويل عن المنافسات بسبب مشاركته في البطولة الأفريقية والبطولة العربية بتفقد طبعا للبطولة الدوري الممتاز قوتها لأنه لما ممود الأهلي في كل جولة من الجولات بيدي نكهة حلوة يعني جمهور الأهلي نستني الزمالك يلعب علشان يشوف الأهلي هيعمل إيه؟ صحيح احنا افتقدنا الحكاية دي فترة طويلة وما زالنا نفتقدها طبعا بسبب ضغط المطشاط والنظام الجديد للبطولة الأفريقية اللي هو الموسم عايزين يغيره تباريخ الموسم طبعا النادي بيرمينز يعتبر ظاهرة جديدة السنة دي وجوده في المركز الثاني لحد الوقت والصفقات القوية اللي هو دعم بها صفوفه أعتقد أنه في أول موسم دي أعتقد أنه أقدم شكل جيد يستحق التجربة تستحق التحية والإحترام طبعا أعتقد برضو حضور الجمهور احنا قلنا أن الجمهور هيحضر لكن لسه برضو العدد استبدري لسه العدد ما بيزيتش ما بيزيتش بتزبط بتقله وبنلاقي فيه مطشاط مهمة تبقى حلوة لو حضر فيها جمهور زي مطش الأهلي وبرمز مثلا لقنا أنه بدون جمهور مع أنه لو كان فيها جمهور كان المطشة هيختلف تماما كانت ناتج تتغير بالنسبة كبيرة طبعا مظهر من المظهر الأساسية طبعا الموسم السنة دي ارتفاع كبير في أسعار اللعيبة المركات الشتوي المركات الشتوي يعني هنا نشوف أسعار أنا مش عارف هنوصل لحد كام هل من وجهة نظرك أصلا الدوري المصري بيسوى الأرقام دي؟ لا يسوى طبعا إمتى الصفقات اللي بتدفع يعني إحنا لو قلنا مثلا أي نادي في مصر بيشارك في لو حصل حصل بطولة الدوري ومع بطولة الكاس مع بطولة أفريقيا مش هيحقق إمتى الصفقات اللي هو يعني في أوروبا هم عامين قانون المال النظيف اللي هو أنت لازم ما تجيبش يعني تجيب صفقات لا تزيد عن إمتى الأرباح اللي أنت بتحققها بشكل سنو لأنهم لاحظوا في السنين اللي فاتت إنه لقوا أندية كبيرة بتتعرض للإفلاس يعني نادي برما في إيطاليا فلس مثلا كان من ثلاث سنين في يلعب في الدرجة الثالثة قبل ما يعود السناد اللي الدوري الممتاز فهم عملوا ضوابط اسمها ضوابط الليع بالمال النظيف علشان الحكاية دي هنأتقد إن إحنا لو طبقنا الحكاية ديت في مصر أعتقد أندية كلها هتلاقيها مخالفة من نظام دوت لأنها لا تحقق الموارد والأرباح اللي هي مقابل الإنفقات اللي بتصرفها في الصفقات أكيد أستاذ عمر وحي ناقد الرياضي في أخبار الرياضة نوارتنا نهاردة في كلام في الميديا شكرا جمارك شكرا لك شكرا لكل مشاهدينا في كل مكان لشكركوا طبعا على حسن المتابعة شوفكم بإذن الله يوم السبت القادم في حلقة الديدة للمكلام في الميديا ويوم سعيد وجل سعيد على حضراتكم شكرا للمشاهدة